شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ها نحن وإياكم في آخر أيام شهر رمضان لو نطق الهلال قبيل آخر أنفاسه لقال ترقبوني علّ يومكم هذا هو اليوم الأخير فماذا أنتم فاعلون هذا والعبد التقي في حال من الإشفاق في هذه السويعات لا يحسد عليها ساعات يلتفت فيها العبد عن صيامه وقيامه وشهره وسهره ولا يبقه له هم إلا هذه السويعات كلها كأنه لم يقدم شيئا فلقد اتقد القلب واشتد لهيب واشفاقه واشتياقه حين أحس بأمنه على باب القبول أو الرد على مسك الختام هل يقبل أم يطرد وقف العبد وأخذ يستجمع كل ما في ذكرته من أسماء ودعاء رفعه الصالحون من قبله من ذكر ورد في كتاب الله عز وجل كيف وهو لم يضمن قبول شيئا منه من قبل كيف إذا كان احتمال العتق من النار لم يحصل وقد أصبحت هذه الساعة هي المحاولات الأخيرة يا رب ليس يأسا ولا قنوطا ولا سوء ظن بك إنما هو عدم الاتكال على أعمال قدمناها وخوف من اغترار آخر اللحظات يفسد كل ما قدمنا يا رب وأي شيء هذا الذي قدمناه بجوار جنة قدمت لنا طول شهر رمضان مفتحة الأبواب ونار عظيمة تلظى أوصتها عنا شهر كامل ومردت شياطين حبستهم عنا ورحمات أنزلتها علينا في كل وقت رقاب عتقتها يا رب بفضلك ومنك ورحمتك سبحانك كل يوم من أيام الشهر فماذا قدمنا بجوار ذلك يا رب لا أجد لقلبي دواء هذا اليوم كله إلا أن ألزم ذكرك الذي لا أفتر عنه لحظة لا أجد إلا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خير مقاله من مصطفى صلى الله عليه وسلم والمصطفون الأخيار عليهم الصلاة والسلام من قبله هي الكلمة الطيبة وهي الشجرة الطيبة بل لو كانت السماوات والأرض حلقة لقصمتها لا إله إلا الله ولو أطبقت السماوات والأرض على عبد لأزاحتهما عنه لا إله إلا الله وهي التي تثقل كفتها كفت سجلات السوء وهي التي تغلب الخلود في جهنم فلا يستقر عبد قالها مخلصا نعم هكذا المسلم بعد صلاة العصر في آخر يوم فجأة تلتقط العين فقيرا هنا وآخر هنا فيهتف القلب يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد أنسقتهم إلي في هذا اليوم في هذا الوقت يا رب لك الحمد إن هذا هو الرزق الذي يبحث عنه المؤمن وهو أحب إليه من الأموال كلها أم تأتيه إليه أما هؤلاء الفقراء فإن ما استقر في نفسي وطلبت له عند رؤيتهم إلا الحمد لله جل وعلا والثناء له بل تأملت قراءة خط القدر كيف أنسخرهم الله جل وعلا في هذا الوقت لأنت سبحانك جعلت رزق هؤلاء عندي وجعلتني حمالا أرزق رزقك لمن شئت من عبادك وتفضلت علي بأمرك وتحبيبك لي الصدق حين أتصدق بها عليهم فإن لي بمثل هذا التشريف كيف أشكر هذا وخصوصا وإن هذا يأتيني في ختام شهر رمضان فمرحبا بكم أيها الفقراء يا من تحملون أوزارا من تزودوننا إلى الدار الآخرة فاللهم لا تحرمنا فضلك يا رب العالمين قولوا يا رب يا رب يا رب يقول العبد لنفسه يا رب رجلت كل هذا الرجاء بهذه الريالات فكيف بمن الدخل لهذا الختام مشاريعا جارية ودخل شفاعات كبرى ودخل ودخل هكذا مضت صلاة العصر تقربات ساعات وأعمال كلها في هذه اللحظة وكان القلب يجري يسابق الشمس بل يطير لعله يدرك سفينة العفو والعتق والمغفرة والرحمة قبل أن ترحل لعله وهو المقطوع في بيداء الجزيرة يدرك الصحب قبل أن يفارق الساحل لقد ادخل لهذه اللحظة ختم القرآن لعل الله يرحمه بذلك وينال بركته في هذا الشعر الفضيل على كلام الله يشفع لمقطوع عند الله على كلام الله يرفع محبا مقصر في حق الله على كلام الله يتقدمني ويأخذ بيدي لعظيم عفو الله ومغفرته يا رب تقبل مني فأني أعددت بعد الختمة كل دعاء استجابة لك يا رب هذه أدعية طرق أصحابها بابك يوما ففتحت لهم وكان القبول جوابك هذه أدعية ملائكتك أدعية أنبيائك كما هي مسجلة في كتابك أرفعها إليك وهذه أدية سيد الأولين والآخرين مجموعة كلها أرفعها إليك لا ليس هذا فحسب لن أرفع جديد من السؤال والطلب إلا شيء في سلم الحاجيات فلقد استقر في نفسي أن أدرك عملك بالاستغفار الحار استغفار الاضطرار استغفار حالات يجب إسعافها وإسعاف بهذا الاستغفار ألا ترى كيف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ختام حياته بالاستغفار حياة العبادة والدعوة والفتح والانتصار فلقد قال الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجها فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وكان هذا هديته صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة يستغفر الله أزوجل ثلاثا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وبعد الزكاة يستغفر قالوا حق تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكل لهم والله سميع عليهم وفي ختام الحج أمر المؤمنين بالاستغفار قال حق تبارك وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم استغفروا الله العظيم استغفروا الله العظيم حتى في الجهاد قال عن المؤمنين المواجهين للعدو وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فيستغفرون على الدوام وقال عن من قصر في الجهاد بعد مضي الجهاد وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم استغفروا الله العظيم وأتوب إليه استغفر الله العظيم وأتوب إليه ومن قبل قال موسى عليه السلام وهارون في ختام جولة مفعمة فيها الحياة واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا انهي الله فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وفي كل هذه المواطن وغيرها أمر الله سبحانه وعباده بذلك ليتحقق لهم ما أمرهم ووجه إليهم ما يفعلون حتى يستجيب لهم فيارب ها أنا أسير على خطى المغفور لهم فاغفر لي وارحمني وأنت خير الغافرين يارب ها أنا أسير خلف سيد الأولين والآخرين من أمرته بالاستغفار في كل مكان سورة النصر وما تقدم من العيات وما تأخرت عنه في موضع من المواضع أستطيع أن أقتدي به فهو قائدي وإمامي وهو أمامي وأنا المتشرف بذلك والله أنا المتشرف أن أستغفر كما استغفر فأستغفر الله العظيم وأتوب إليه قلوا يا رب يا رب يا رب يقول العبد لنفسه أستغفر الله أقولها مرارا متتابعة حارة أقولها وأستشعر ثقل الأعمال التي يجب أن ترفع بما خلطها من ذنوب وتقصير وما إلى ذلك يقول استغفر الله استغفر الله مشفق على نفسي من الوقت الذي تفلت من بين يدي وأنا أريد أن ألطف أعمالي مما أصابها من دخن أقولها وكأني أرار شررا من النار متعلقا بثيابي البيضاء وأريد أن أنفظه بهذا الاستغفار قبل أن يحرق بدني ويخلص إليه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله وكل حياء من الله الذي عصيته حياء المرتبك المضطر استحضر في هذا الوقت ما يعرفه القلب من عظمة لله جل وعلا في علاه ويزيده أكثر اليقين بأنه سبحانه يسمع استغفاري هذا يا رب لكن يدفعني للاستغفار أكثر مع استحضار ذلك كله هو استحضار أنك ربي الغفور الرحيم أنك تحب المغفرة أنك أنت الرحمن الرحيم وأنا محتاج لرحمتك فقير إليك ووالله يا رب إن معتقدي في نفسي أني لا أستحق ذلك إلا بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا رب عطقي من النار لا يكون إلا بسبب رحمتك وفضلك يا رب إن أدخالك إياي الجنة لهو من عجائب قدرتك ورحمتك وعفوك فاللهم قني عذاب النار وأدخلني الجنة مع الأبرار واجعل مسكني الفردوس الأعلى لساني لسان عبد قد هاجب الاستغفار وقلبه يندفع من شدة اللهيب بنى الاضطرار وأعمالي متوقفة قبل قبولك بالانتظار مختومة ها أنا أختمها بالاستغفار من هذا الموقع الزماني وكأنه البرزخ أنظر من موقعي هذا من رمضان نظر من يعيش في رياض غناء كثيرة الضلال دانية الثمار طيبة الماء والهواء وقد وصلت الآن إلى حفتها أما ما بعد حفتها فإني أقول لك إنها صحراء قاحلة شاسعة مليكة إني مضطر اضطرار أن أخرج منها لأمني جالس على سفينة الزمان وهي متحركة بي بلا أي قدرة فأي إنسان يحب أن ينتقل من هذه الرياضة الإيمانية الطاهرة الظاهرة إلى هذه الصحراء القاحلة فاللهم لا تحرمني فضلك يا رب العالمين وتقبل مني ومن المستمعين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة